السلام عليكم. النهاردة هنعمل فيديو حلو جدا لعدد التدوير من الحاجات اللي بنرميها. واولها الكنز اللي انتم شايفينه. هنعمل ايه بالكنز دوت? هعمل منه حصالة. اسهل فكرة ممكن تعملوها بطريقة شيج جدا. انا كده فتحت الازازة من فوق بالمقص بطريقة سهلة وهبدأ ان انا ارشها. طابع صورة من البنترست زي ما انتم شايفين علشان الحصالة هتكون لبنوتة. فببدأ كده ان انا افرغ الصورة. الناس اللي سألت الصورة دي بتتطبع بجنيه او بجنيه ونص على حسب المكان اللي انتم فيه بنتبعها من برنامج البنترست زي ما وردكم قبل كده. انا كده خلاص هاي بدأت ان انا افرغها. لو عندكم غير قبيض او ورنيش مائي مخفف زي ما انتم عايزين بنمدق ان احنا نلزعها. ده بيبقى حلو جدا بيعمل معينا اكتر من فكرة والزيت اللون الاسود ده هو اللي تقلع دلوقتي. انا كده خلاص ببدأ ان انا كده الزقها وبعد كده بالفرشة بأكد بالطبقة التانية. علشان انا حابب انها الورنيش المائي يكون فيها مدي هلمع كده بسيطة. فتبقى شكلها حلو جدا. هتبقى شكلها جديدة وشيك جدا للبنات ان هما يعملوها على المكتب. يلا بينا على تاني فكرة وفي النهاية هتشوفوا النتيجة. انا كده عندي بتاع الشاور دوت. هبدأ ان انا اقص بالمقص كده بيتقص بكل سهولة. برضو انا عايز الجزء اللي هو اللي تحت ده. وبغطى كده بابدأ ان انا اعمل دوريات واعلمها وهبدأ ان انا اقصها. هقصها ازاي بالمقص زي ما انتم شايفين كده. فابدأ بالمقص ان انا بعمل سبعة كده وبابدأ ان انا اخد الدايرة من الجزء التاني. يعني باخد من الجزء التاني للاول. هعمل سبعة كده وسبعة كده وبعد كده بقص من الاتجاه التاني. دي اسهل طريقة اطلع معيكم الدوائر مظبوطة على حسب العلام اللي انتم عاملينه. لو لقيتوا فيها سنون او زيادات بتبدأوا بعد كده ان انتم بالمقص تشيلوها او بالسنفرة. يعني بتحيقى سهلة جدا نشوفوا ايه اللي ممكن يريحكم. بعد كده برضو بالاسبري الاسويت هبدأ ان انا ارشها كده تشكلها. بعد كده برضو صورة تانية طبيعية من البنترست اللي هي تشانل. طبعا دي باركة معروفة. وفي نفس الوقت بقى التريند دلوقتي للحاجات الديكورات الجديدة. بابدأ كده اخد الجزء اللي انا محتاجه بالزبط على اساس العلبة اللي عندي. على الحجم اللي انا محتاجه. وبنفس الطريقة برضو كده هبدأ ان انا الزقها. برضو بالورنيش المائي او الغيرها الابيض المخفف بماء. بابدأ كده ان انا ادهنها كلها. ليه بادهنها كلها? علشان تديني طبقة عزلة. وفي نفس الوقت فيها سنة لمعية. الورنيش المائي بيدي طبقة فيها لمعية كده. لان بعد ما بيت اترش بيبقى فيه سنة مط كده. انا كده خلاص لزقتها هي معاكم. هبدأ بقى احط اخر طبقة من من فوق. واهم حاجة ان انا ادهن الورنيش المائي بالطول. وبالعرض بحيس ان انا اخرج الهواء اللي موجود تحت الصورة. علشان ما تبانش خلص ان احنا اللي لزقناها. بصوم احنا من الفكرتين بتوع النهاردة استخدمناهم من حاجات كلها نتحدث ريمي. جيركن الشور وكمان الكنز. علشان تكون دي النتيجة نهائية. اتمنى ان الفكرتين يكونوا عجبوكم. ما تبخلوش بقى عليها باللايك والشير والسابسكرايب. وتشكر جدا ليكم انكم تابعتوا الفيديو للنحية وايوة وتنسوا اللايك. وتشكر جدا ليكم ومع السلامة. اشتركوا في القناة